مسلسل المراس ملخص أحداث الحلقة 581 الحلقة مليانة صراط تعالوا نشوف الحلقة بتبدأ بالجدة موزنة دخلة لقودة منصور بتبص عليه مش بتلاقيه بتنادي عليه مش موجود بتتصل بيه ومش بيرد عليها بتبقى لأنا جدا عايزة تعرف عمل ايه مع ياسمين من لايه بعد كده منصور قاعد مع فحت وبيقول ان الجدة موزنة بتتصل بيه علشان خاطر تعرف ايه اللي حصل بينه وبين ياسمين وان هي معينة نفسها كمصلحة اجتماعية وان هو خلاص مش قادر وان هو تعب جدا وان فيه لازم حدي منهم يعترف ان هو فشل عشان التاني كمان يعترف فهذا قدر لما تاخد الخطوة دي بعرفني والله من لايه بعد كده جمانة بتصلي صلاة الاستخارة علشان خاطر العريس اللي جاي لها وبتدعي ربنا ان هو يبين لها اي علامة اما بالنسبة لطلال كان جاي من برا بيقابلوا بابا وبيقول كنت فين يا طلال طلال بيقول انا كنت بشوف المشروع مع زيد قال له برضو مصمم ان انت تتشارك مع زيد قال له فيها ايه قال له زيد اللي عامل نفسه مدير عليك اللي بتنطط عليك ده عايز تشاركه وينطلك كل شوية ويقولك احلق لده وما تحلقش لده ويتأمر عليك التنسيه ولا ايه ده انت مبتقوش بعض على السفرة حتى بتفضله تتهوشه مع بعض قال له في ايه يا بابا انت مش عايزني اتشارك مع زيد طب ليه طيب امي وصوفي وعرفنا السبب لكن ليه انا بيسكت اما هنا فملا الجمالة دخلة بتصحي جيد و بتقولها امي بسرعة قالت لها في ايه قالت لها ايه تكوني كلمتي مهاني قالت لها ايه وكلمتها قالت لها خلاص تصل بيها واعتزر لها قالت لها ليه قالت لها كده اصلي صليت صليت استخارة وقلت ربنا يبعتلي يعني علامة والعلامة دي جاتلي اني بدري تكلمني الصبح وقال لي تأخرتي ليه على الدوام قالت لها طيب ما دي عادي يعني بيكلمك عادي قالت لها اكيد حيعترف لي بحبه اكيد بيعرف اذا كنت قابلت العريس ولا لا انا متأكدة علشان كده الغي موضوع مقابلة العريس ده وبتمشي جود ويجانة بيفكروا في الجنان بتاع جمانا قاعدين هنا على الصفرة واسيا بيجي لها رسالة ومعاها الدواء للمفروض تاخدوا شاهد شاهد مركزة جدا في الدواء كأنها مدمنة بالزبط بيبعت لها رسالة نوافة متعبانة جدا بتاخد الدواء من ايد خالتها علشان تحطه في المية لكن خالتها قالت لها خلاص يا شاهد ما تخديش الدواء انا هشوف لك حل تاني فبتفضل على الوضع ده وحور طبعا مش عاجبها الوضع بينما جدا موزنة بتدخل على منصور في القوضة وبتقوله فين مراتك ومش بترد عليها ليه قال لها انا ما زعلتهاش ومش هروح اجبها شدته من ايد وقالت له تعالي رحك مراتك قال لها لا زي ما خرجت الواحدة هتيجي قالت لي لو جيت وراي حفضحك وهعلي صوت وزعاف الشارع هي حرة طالما مش تيبها هي اللي ترجع جود لابسة اختها بتقولها رايحة فين بتقولها لما روح هشوف الدكتور ده اللي جمانة بتقول عليه قالت لها انت عايزة ايه بالزبط قالت لها عايزة شوف اختك عايزة طيّعنا قالت لها اوعي تعملها اي حاجة ولا تيجي ناحيتها انت بتحب مصلحتك وانا عارفة بينما حور بتتكلم مع فهد وبتقوله هنسكت على الموضوع ده عن سبها كده بتاخد المهدئات قدامنا وتطلب كمان من اسيا نية تديها الدواء انت مش ناوي تتحرك احنا لازم نشوف دكتور فهد بيقول له حور انا كلمت مشاعل وبدر وقالولي قطعت وقارت له وقالولك ايه مشاعل وبدر مش ده كاترة نفسيين بتيجي اسيا مرة واحدة وبتقول انا دكتورة نفسية يا حور ولا انت يعني تكون نسيتي ولا حاجة انا عارفة بعمل ايه كويس واختك اللي جات وقالت لك ان هي اللي طلبت مني المساعدة وانا مساعدها مش اكتر من لايه بعد كده جدا مزنة لسه بتتكلم معه منصور يرجع مراته وهو بيقول لها لو دخلت البيت انا هخرج منه بينما منلاقي زينة بتلمي هدومها وعايزة تمشي علشان مش فهم حاجة وبتقول لباباها هما بيكرهونا وانا مش هفضل في مكان هما بيكرهونا فيه قال لها عودي استهدي بالله قالت لما اعرف كل حاجة اعرف ايه اللي مخبينه عني بينما مريم بتقول لباباها انا عايزة اعرف كل حاجة عن مامتي ماتت ازاي عايزة اعرف اسمها وصورتها وكل حاجة عنها وليه بتخبي علي قول لي حالا قول لي كل حاجة عنها يظهر ان النهاردة يوم الاعترافات ويوم الصراعات كمان عز الدين وخديجة وقفين بيتكلموا مع بعض بيقول عز الدين انت عايزة توصل للايه بالضبط قالت انعرفت القاتل الجوائرية خلاص قال لها انت بيش هتسكوتي غالي ما تزجينيني قالت له انت مالك انت ما عملتش حاجة قال لها خدي بالك انت كده بتحريبي خدي بالك على نفسك وعلى بنتك انا بعمل كل ده علشانكو نرجع تاني لجود وجانا وجانا بتتهم جود ان هي بتعمل كل ده علشان قاطر مصلحتها مش اكتر وبتقول لها ايو عي تروحي هناك عند جمانة ولا تعملي اي مشاكل يا اما انا حتصت بنفسي با ام هاني واقول لها على كل حاجة اوعي تروحي تعملي حاجة لاختك هناك انا عرف ان انت بتحبي مصلحتك وان انت كان نفسك في جوازة زي دي علشان كده عمالة تعملي كل الكلام ده على اساس انك انت يعني خايفة على جمانة وانت اصلا بتدوري على مصلحتك وبنرجع لأسيا تاني وهي بتواجه حور ان هي بتعمل اللي في مصلحة شاهد وشاهد بتيجي وبيتدفع عن خلتها اسيا وبتقول انا حرة اعمل اللي انا عايزاه انا اللي طلبت منها المساعدة حور بتقول له خلاص ما تبقيش بعد كده تيجي وتندمي وانا اصلا خايفة عليكي وانا غلطانة فعلا اني خايفة عليكي فهدي كمان قال لي احنا خايفين عليكي يا شاهد شاهد رادت وقالت انتو مش خايفين عليك كنت فيه لما كنت مرمية مش لقيا حد يساعدني وما لقيتش قدامي غير خالتي ياسمين طالح في دماغها تروح البيت لكن خالها بيقول لها مش هتروح البيت انت بتعملي كل ده ليه قالت ان هي حسن بيتها بيتخرب وان هو عارف مكان ديما ومخبي عليها رغم ان هو فضل يقول لها انا مش عارف مكان اي حد وان انت بتغلصي لو رجعت المنصور اصلا اللي رماكي ومعبركيش ابدا بينما خالت بيتكلم مع بنته وبيقولها انس الماضي قالت ان هي عايزة تعرف كل حاجة عن الماضي اما هتمشي اما هنا فبيحول ابو مصعب يهدي بنته ويقول لها انت مش عارفة حاجة ايه دي قالت له انا مش حاجة غالي معرف كل حاجة عن امي قال لها امك ماتت خلاص وانا استحملت كل حاجة علشان خطرك اعودي وهدي بينما منلاقي لسه خنائة باسل مع ياسمين اللي بتبقى عايزة تروح البيت وحس ان ديما عايزة تخرب بيتها وبتقولش معنى ديما تتصل في الوقت تاب الزات وانا خارج البيت اكيد انت عارف مكانها وبتنقلها اخباري اما هنا فخديجة برضو بتواجه عز الدين اللي بيقول لها اسكت يا خديجة احسن لك علشان خطر ما تحريبيش وتعملي مشاكل علشان لا تندميش انا بعمل كل حاجة علشان خطر بنتك صحر نرجع تاني لجود وجانا وبتمشي جود الجيد ده موزنى بتتكلم مع منصور بيقول لها لو هي دخلت البيت انا هخرج ومش هروح اجيبها ابدا انا اصلا ما مشيتهاش بينما هنا منلاقي حور بتقولي شهد خلاص حلو اوي كلامك ده بترجعيش تقولي لي ساعديني لكن ردت اسيا قالت اطميني مش هتطلب مساعدتك يا حور انا اللي حساعدها بعد كده منرجع تاني لخالد اللي بيقول لبنته قعودي سكتة وما تفتحيش الماضي انا ما عملتش اي حاجة انا مظلوم كلهم بيكرهوني كل الناس ظلمتني وانا مظلوم بتسكت بينما هنا ماريب بتقوم بتقولي باباها ان هي عايزة تعرف كل حاجة عن مامتها قال لها امك ماتت بالسرطان قالت ان عايزة اعرف كل حاجة لما تبقى عايزة تقولي ايه بيعرفني وبتمشي وتسيبه نرجع تاني ليسمين وباسل اللي بيقول لها انا عارفك مجنونة وعايزة تنفذلي في دماغك لكن انا مش هسمحلك ابدا ان انت تروحي لمنصور وبيهدتها لو مشت من وراء اما بالنسبة لجمانة فبتروحي الشغل وبتقابل دكتور باتر وبتقولي كلمتيني ليه قال لها علشان خاطر تيجي الدوام قالت يعني برضا مش عايز تقولي حاجة قال لها لأ مش عايزة اقولك حاجة انا بس بدل ما يبعتوليك ايميل عالصبح يعني قلت اكلمك اتضيقت جدا وخرجت وكلمت جود وقارت لها لو مكنتش كلمتي مهاني تكلميها وخدي منها معادي علشان اقابل هاني ابنها وطبعا جمانة كانت مجروحة كانت فاكرة ان بدل ممكن يتكلم معاها او يكون حبها بينما هنا بتنصح اسياب ومصعب ان هو بيقول كل حاجة لبنته قارت له بنتك معاديش صغيرة ولازم تقولها كل حاجة الرصاصة مقتلتش هايفل وحدها دي قتلتنا كلنا معاها كلنا في اسئلة كتير جدا بتدور في دماغنا ولازم نعرف لها اجابة الا بقى اذا كنت بخبي حاجة كبيرة الجدة موزنى عند ياسميل بتحاول ان هي يعني تروحها البيت وتصلح بينها وبين منصور لكن ياسميل بتقول لها بنت ابنك عايزة تطلقني وعايزة تخرب علي قارت له خلاص ما تدلاش الفرصة وارجعي بيتك قارت لها انت بتدفع عامين بالضبط دي حافتك قارت له وانت بنتي ولا انت مش شايفة كده قارت لها ايوة لكن انا لو رجعت هتاخدي معاكي كنبلة ممكن تفاجر في اي وقت جدة موزنى قالت كنبلة ليه بتخوفيني كده قارت لها ما انا بس بعرفك انا ممكن انفجر في اي وقت هل تحبي فعنا الاجي معاكي ولا لا حول اتأخرت في الشغل وقعدة زيقانة جدا وابراهيم بيدخل بيقول لها ليه اتأخرت كده احنا كده هنلغي الدوام بتاع بالليل قالت ان هي قعدة اصلا لان ما حدش بيسأل عليها وكأنها منهاش بيت قال لها قلت لك بقالنا بيت لوحدنا وانت درافضتي كان زمانك دلوقتي مروحة معايا وكان زمان في حد بيسأل عليك ووغدك في ايده مروحين مع بعض بيتكو بيسألها مارك ردت وقالت انا زيقتي وتعبت جدا من الدنيا يعني اختي مثلا بتوقف ضدي علشان خاطر عايزة مصلحتها واخويا اللي استنيت ومن كنتش بنامي الليل عشان خاطر بس قلقانة عليه فالآخر خالص ييجي ويعمل اللي هو عمله ده ومصر ان زيدي يبقى موجود في الشركة وكل يوم بيثبت لي يعني اليوم اللي قبله ان زيدي هو اللي فهمني وهو اللي عارف مصلحتي كويس وانا مش عارف اعمل ايه بالزبط بيحاول ابراهيم ان هو يهديها ويقول لها ان هو يعني انت اكيد عارف موقفي من موجود زيد في الشركة بينما هنا بيتكلم راشد مع مشاعر ان هو حاول ينخلي طلال ما يتشاركش مع زيد علشان يعني زيد ما يسحبلوش الفلوس ويعرف ان فيه فلوس نقصة علشان مشاعر خايفة جدا لا هو يعرف ان هي اخدت فلوس لكن بعد كده بيقول لها خلاص انكري قولي انك انت ما تعرفيش حاجة وان الفلوس دي اتغدت وانت ما تعرفيش عنها حاجة ردت وقالت ايوه بس محدش يعرف يعني الباسورد بتاع الخزنة غير زيد ويه وساكتت قال لها زيد ومين قالت ايه ده بزيد ما يعرفش ان انا اعرف الارقام الجديدة اللي عارف الارقام الجديدة هو جميل قال ايوه يعني اكيد جاميل حيقوله ان انت اللي معاك الارقام لكن بترده بتقول لا لا اصلي انا معايا الباسورد بتاع ايميل جميل يعني حتى جاميل ما يعرفش ان انا معايا الباسورد الجديد غير زيد وجميل بس من لايه بعد كده ابو مصعب قاعد مع يوسف ويه ابو مصعب بيقوله ان عندي مهمة يوم الاربع الجاي قال له ايه ده في ناس بتاخدك لمهمات قال له ايوة يوم الاربع لازم اروح ادوء اكل بورتريكي قال له والله انا حاسس ان المهمة دي اصعب بكتير من المهمة ان انا طالبها منك قال له عمدت ان انا خلاص مستعد ادخل السجن زي ما عرفتني قال له وانا كمان جاهز قال له ايوة بس مش عايز اعود مع مجرمين ولا كده قال له لا ان شاء الله الموضوع مش هيوصل لكده قال له خلاص انا مستعد ادخل السجن بتخلص الحلقة على كده ده كان ملخص لاحداث الحلقة 581 من مساسة لميرس يارب ملخص بتاعي يكون اعجبكم ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد احبكم مرة نشوفكم في حلقة جديدة باي باي